جولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في محافظة ألمينيا شملت العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والتي اندرجت في مجملها تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والتي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية تحسين جودة حياة المواطن هدف سام وضعته القيادة السياسية نصبأ عينها منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة البلاد هدف ظل هو الشغل الشاغل للدولة التي اتخذت خطوات هامة في هذا الشأن والتي تكللت بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري وهي المبادرة المتعددة الأركان التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2019 بهدف تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر المبادرة هدفت كذلك إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشتمل جوانب مختلفة صحية واكتماعية ومعيشية وهي بمثابة مسؤولية ضخمة تتشارك هذه الجهات المختلفة في شرف والتزام تقديمها إلى المواطن لا سيما من الفئات الأكثر احتياجا وبالفعل نجحت المبادرة في تقديم طفرة على الأرض ففي المرحلة الأولى انتهت من تنفيذ سلاسة وعشرين ألف مشروع بتكلفة تزيد على سلاسة مائة وخمسين مليار جنيها وتم تنفيذها في ألف واربعمائة وسبع وسبعين قرية تقع في اثنين وخمسين مركزا في نطاق عشرين محافظة بإجمالي ثمانية عشر مليون مستفيد حيث بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى ثمانين وستة من عشر بالمائة نصيب محافظات الصعيد بلغ ثمانية وستين بالمائة بإجمالي مائتين وسبعة وسلاسين مليار جنيها من مخصصات المرحلة الأولى ويستفيد منها أحد عشر مليون مواطن بنسبة واحد وستين بالمائة من إجمالي المستفيدين أما المرحلة الثانية من المبادرة فتأتي لتواصل الجهود السابقة مستهدفة تحقيق تحسينات ملموسة في ألف وستمائة وسبع وستين قرية موزعة على سنين وخمسين مركزا ضمن عشرين محافظة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من المبادرة نحو خمسمائة وسبعة وستين مليار جنيها وهي الميزانية المخصصة لتقديم الخدمات لما يقرب من واحد وعشرين وأربعة من عشر مليون مواطن وتهدف المبادرة في المرحلة الثانية إلى استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من حياة كريمة مع زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والاتصال بالإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا هي إذن جهود متواصلة تبزلها الدولة منذ سنوات لتحسين جودة حياة المواطنين في كل ربوع الوطن